هيدا قصص ناس عاشوا حياتهم على هوايمش المدينة هيدا توسيق لأماكن حضنت هيدا القصص أماكن مختلفة تحولت واختفت مع الوقت كتير من هيدا المسيحات المحجوبة عن تاريخ لبنان تسكرت وانقمعت مثل كتير مسيحات معرضة للخطر اليوم تاريخ الكوير بلبنان هو بحث مطول عن الأمان عن كيف منبنيه وكيف مندافع عنه أمان كان طول عمره هش بتداهموا الكوى الأمنية بأي لحظة بيتفجر بيتشيطن وممكن يفرط من جوا بس هيدا النقاش ما بيلغي واقع انه هيدا المسيحات كانت نقطة انطلاق لا يتعرف مجتمع على حاله بالمخفة لا يخبر قصصه بعيدا عن الرقابة لنرقص مع بعضنا بالعتمة فيه نايت كلوب بسن الفيل كان ممنوع فيه اتنين مثل بعض يقربوا كتير من بعض مع هيدا كان مساحة حرية صغيرة لناس بدون يلبسوا طياب ما بيلبسوا بره ناس بدون يحكوا حكي ما بيحكوه بره ناس قبل الانترنت كانوا مفاكرين حالهم لحالهم ناس مختلفين بمجتمع بيقتل الاختلاف ناس طالعين من حرب بس بعضهم عايشين حرب تانية كتير من يلي كانوا يصهروا بهالمحلات بيتبسموا بس ينسألوا عنه بهالمسيحات فيه قصص وتجارب لناس كانت ترقص على الكيوب ناس تندفش عن البيست اذا ما رأسك كفاية ناس ترانس قبل ما حتى هن يعرفوا كلمة ترانس ناس تقعد عالطريق بره ناطره اغاني العربي وناس جوه ناطره العشر ثواني بره فيه بوسات ممنوعة وجوه كمان بس كل ليلة تثبت العشر ثواني كانت تنطفل قضي على الاخر وبهالعشر ثواني كان فيه قصص تتخبر هيدا النايت كلاب ما كان آمن بشكل مطلق بس كان مساحة بنا فيها افراد كويريين امان مؤقت ولو لعشر ثواني بس ولا مرة كان الامان حالي ثابتة كان دايما معركة بيخودها افراد مجتمع الكوير واحيانا بس من خلال شجاعة وجودهم بهذه المساحات كان فيه ناس تصمد عشرين دولار كل الجمعة كلمالها العشر ثواني والحرية يلي بتبلش بالزلال بالمحلات يلي مش قادر النظام يرقبه هونيك الناس بتتعرف ع حاله ويمكن كمان بتتعلم تحب حاله العتمة كانت تتأمن حماية من المخاطر يلي بتجي من بره من المداهمات والزل والتهديد والهجوم من قبل نظام بدو يقتل كل شي ما بيشبهه العتمة سلاح المهمشين والمهمشات الناس يلي ما بيقدروا يكونوا إلا إذا المجتمع ما بيشوفهم بس هيدا المسيحات مش مفصولة عن المجتمع مش مفصولة عن الكره والذكورية والطبائية إذا العتمة كانت تتخبه هالمسيحات من النظام مش يعني ما كانت كمان تستر على الخضر العتمة بتخب العنف بالعتمة فيه ديناميات قوة فيه ناس بيملكوا المحلات وبيستعملوا الأمان ليروجوله وبيستروا على العنف بين حيطانا بالعتمة فيه تحرش فيه اختصاب فيه عنف وذكورية فيه عمال بيشتغروا بالليل وبيتعرضوا لانتهاكات غصبا عنهم فيه ناس ما بتقدر تفوت على هالمحلات حتى لو قدرت تصمد لعشرين دولار بس هيدا العنف ما بيلغي أهمية المسيحات الأمنة ولو لعشر سوانا بالعكس بيتفشنا نفكر أكتر كيف ممكن نحافظ على هالمسيحات ونحميها وكيف ممكن نحاسب حالنا وغيرنا يلي بدوا يأذيها لأن العتمة كانت نقطة انطلاق بهيدا المسيحات لتفرض الناس حريتا وأمانا كأضايا أساسية بالفضل العام كأضايا صارت بوسط السياسة اليوم الأمان مش شعار ترويجة أو صفة مطلقة بتتميز فيها هيدا المسيحات الأمان فعل سياسة وعملية طويلة وصعبة هو تحدي لسلطات بتتهجم على الحريات الفردية كلمة لتحافظ على مصالحها السياسية والمالية الأمان هو تاريخ من النضال الطويل أمان بالمحاسبة والإنقلاب على ديناميات القوة المواجهة لابد منه بغض النظر عن المرئية أو العتمة المواجهة بتكون بعدم المساومة على الأمان بالتضامن العلنة مع النساء والكوريين والترانس والعمال الأجانب يلي معيشوا نهار واحد بالأمان الأمان للغير مثليين لأن الحرية اللي عم بتحارب كلمة لهيد المجتمعات بهيد المسيحات منى حكر على الأقليات وتقدمت للكل بلا ما تسأل الأمان هو تاريخ من النضال هو قصص ناس عاشوا حياتهم على هوامش المدينة وتعلموا يواجهوا عنفها لحالهم هو تاريخ فن وسقافة وحب وانتقام رغم المخاطر الأمان للبعض هو الحرية للكل ولهاك اليوم حماية المجتمعات الكوير هي قضية سياسية بتخص الكل عشر سوانا بالعتمى بيقدرو يستروا على العنف بس بيقدرو كمان ينقلبوا على العنف من جوه ومن بره وبيقدرو يبلشوا صورات